القناة الإخبارية الجديدة صوت الشاب اعلامي عن المتحدث باسم شفرطة الصوماليات ان الحادث وقع بالقرب من نقطة تفتيش قريبة من قصر الرئاسة الصومالي واضاف المتحدث ان سيارة وزير التعمير كانت تسير خلف سيارة المدقق العام وعندما اقتربت منها قام الحراس المرافق للمدقق العام باطلاق الرصاص على سيارة الوزير مما دفع حراسه الى الرد عليهم ومصرع وزير الاشغال فيما نجا وزير اخرى كان مرافقا له لم يكشف عن هويته من الحادث واشارت المصادر الى ان الوزير القتيل عاش فترة طويلة كلا جيء في كينيا ويعتبر اصغر اعضاء الحكومة الصومالية الجديد شارك ذلك مع اصدقائك صوت الشعب